المركز الثقافي هو يعني بتقديم نشاطات الأهداف المسطرة من الإدارة الوصية إحياء المناسبات الدينية التاريخية وثقافية وكذلك المناسبات العالمية عبر برنامج ثري من النشاطات يمس كل المجالات منها التاريخي إحياء ذكرى التاريخية بالتنسيق مع هيئات أخرى أيضا رسمية المناسبات الدينية كذلك دورات تعليمية منها دورات في القرآن الكريم ودورات علمية أيضا إضافة إلى حملات تحسيسية منها مثلا حملة تحسيسية ضد الهجرة حملة تحسيسية تحت وزارة شروندينية خاصة بحاربة المخدرات وإلى جانب البرامج القارة منها تعليم القرآني محو الأمية ودروس دعم للمواطنين للمتحقين لفضاءات مركز ثقافي الإسلامي بالنسبة لمشاركتنا في هذا الطبعة للمعرض الكتاب خصصنا نشاط اللي هو أولا جانب المنشورات عرضنا منشورات وإصدارات المركز ثقافي وهي متنوعة فيها ما هو خاص بسير أعلام الجزائر الهدف منه تسليط وكان يكون هامزة وصل ما بين الأعلام الذين أخدموا الدين والوطن نقل سيرهم وتراجمهم إلى الأجيال الصاعدة الموجودة في الرفوف تعنا العنوين إضافة إلى إصدارات الفروع أيضا من مجلات وكتب إضافة إلى هذه الإصدارات المعروضة كذلك خصصنا مسابقة تفعولية مع الجمهور بعنوان مصحفك حصنك ونورك قائمة على أسئلة وأجوبة يمنح المصحف الشريف كهدية إضافة إلى فعالية أخرى لتزامنا مع الأحداث الواقعة في فلسطين قمنا بنشاط مزامنة مع الفاتح نوفمبر عندنا بإذن الله نشاط تحت الشعار معلن سائد على كل الفروع أن تقوم بعض النشاط تحت الشعار على خطى نوفمبر القدس يتحرر وفي هذا نقوم إن شاء الله بإذن الله بمسابقة يوم الخميس لإحياء هذا النشاط التفاعل مع الجمهور وكذلك دعما للقضية الفلسطينية كحدث أدنى شيء ممكن أن الإنسان يقدم اشتركوا في القناة